السلام عليكم أصدقائي وإياكم وإياكم وإياس لا تنسى الصلاة على النبي اشترك بالقناة فعل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسى اللايك للفيديو رئيس الاتحاد العراق عدنا أندرجال يلتق اللاعب كريم بن زيمة في أربيل قبل مواجهة الجوية والاتحاد يوم غدا خبر عاجل إصابة اللاعب للعراقي أحمد فرحان الجناح ليسر للمنتخب العراقي ولاعب نادي الشرطة وسيغيب عن مواجهة عندونوسيا وفيتنام أحمد فرحان يسافر إلى إيران للتأهيل من الإصابة التي تعرض لها في عضلات أسفل البطن وبهذا يغيب بشكل رسمي عن قائمة كاساس لمواجهتين دونوسيا وفيتنام برأيكم منه راح يكون بمكان أحمد فرحان في المنتخب العراقي أفضل اللاعب يحل مكانه وأعتقد سيكون دانيلو سعد نادي القوة الجوية العراقية يختتم تحضيراته لمواجهة نادي الاتحاد السعودي يوم غدا في دور أبطال آسيا في أربيل على ملعب فرانسو حريري المباراة ستقام يوم غدا للاثنين في الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت بغداد كل التوفيق لنا للقوة الجوية العراقية إن شاء الله الفوز تصريح لعب القوة الجوية إبراهيم بايش يقول جئنا إلى أربيل لخطف نقاط المباراة الثلاث من الاتحاد السعودي وسنقدم مستوى يليق بالكرة العراقية تصريح سابق ليونس محمود يقول أيمن حسين هو خليفتي في الملعب برأيكم هايمن حسين الآن يعتبر خليفة يونس محمود أم لا اكتبوا ناراكم انزعاج بعثة فريق الاتحاد السعودي من أرضية ملعب فرنسا وحريري في أربيل شاب عراقي يقدم هدية ذكارية لللاعب الفرنسي كاريم بنزيمة بحضور الكابتن عدنان درجال قبل مواجهة الاتحاد السعودي مدرب القوة الجوية يو بوديشوي يقول أتوقع أن فريقنا وفريق الاتحاد سيلعبان بالأسلوب الهجومي فريق الاتحاد مهروف ولديه لاعبين كبار ونريد استغلال ارتاق نارا الاتحاد والعامل النفسي خصوصا بعد انتاجهم السلبية في الدور السعودي بنزيمة لاعب كبير والأهم هو ثقة اللاعبين بأنفسهم لواجهة اللاعبين الكبار واللعب الجماعي يساعد في تجاوز هكذا صعوبات مدرب الاتحاد توقع اسلوب مباراة لغد لكن متابعة تصريحات مدربية الخاصة قد توقعنا في الفخ لا نريد ارتكاب الأخطاء الدفاعية السهلة ورغم انتصاراتنا في الدوري لكن تعثرنا بغياب بعض اللاعبين خصوصا واننا نلعب كل مبارياتنا خارج ارضنا تصريح مدرب نادي الاتحاد السعودي نونسان تقول بنزيمة سيلعب بتشكية الاتحاد غدا امام القوة الجوية مباراة امام القوة الجوية ستكون صعبة وسنلعب غدا من اجل الفوز امامهم والحفاظ على الصدار والتأهل القوة الجوية منظم دفاعيا يلعب بخمسة مدافعين وشرسين في خط الوسط وخطيرين في الهجوم وسوف يقومون بكل شيء للفوز وتوقع ان يندفعون للهجوم أنا دربت فرق كبيرة في اوروبا هناك فرق كبير في كرة القدم بين اوروبا وآسيا الدور السعودي مشروع كبير وهناك تحسن في المنشآت والفئات العمرية واكتشاف المواهب ليس فقط ما تراه على ارض الملعب هناك اشياء خلف الكواليس كل مباراة مختلفة وسنعيد للقوة الجوية بشكل مختلف لا نعتمد على لاعب واحد بل نعمل كفريق ارقام مميزة حقاقها نادي نفط ميسان امام الطلبة في الجودة الثالثة من دور النجوم العراق مهاجم الفريق على الدين الدالي يسجل اول هاتريك في دور نجوم العراق امجد رحيم اول حارس مرمى يقدم تمرير حاسمة هذا الموسم اكبر نتيجة من نظم طلاق الدوري 4-0 السوري على الدين الدالي اصبح اكثر لاعب مساهمة هديفية في الدوري سجل ثلاثة وصنع واحد المحل الفني علي وهيبي قولها الطلبة اكبر من هؤلاء اللاعبين على الدالي لوحده وضحك على فريق الطلبة بيكمله لو نازل انا اقدم واحسن من خط الدفاع علي فاز انت لاعب منتخب نزلت بديل وما تعرف تبعد الكرة برأسك لاعب نفط ميسان ضحك عليكم مساعد مدرد نفط ميسان محمد علي كريم يقول بعد ماكو اسم كبير في كرة القدمة الملعب مقبط وفزنا على الطلبة والله رازقنا على نيتنا نادها المستاد امير العمار يفاز بثلاثية نظيفة على كالمار بمشاركة لاعب الوسط العراق اساسيا لغاية الدقيقة 93 في الجولة قبل الاخيرة من الدور السويدي الممتاز مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء ينفي حالة ملف النقل التلفزيوني لدور نجوم العراق الى قناة العراقية رياضية بشكل رسمي احمد صلاح مدربا لنادي الطلبة خلفا للمدرب احمد خلف مقدم برنامج الكاس علي نوري يوجه انتقادات حادة لادارة القوة الجوية بعد عدم استقبال فريق الاتحاد السعودي قالا نحن عراقيين لا نتعامل بالمثل وعيب هكذا تصرفات للأسف ونحن في دور نجوم العراق مدرد جماهير زاخو في ملعب دهوك والحالة السلبية تكسير الكراسي من يتحمل مسؤولية خلع الكراسي وايضا تدمير بعض من كراسي ملعب الزوراء بعد مباراة اللمس بين الطلبة ونفط ميسان يعني اش وقت تنتهون من هاي الحالة السلبية لومينينس البرازيلي يتوج بطلا لكأس الليبرتادوريس المرأة الاولى في تاريخنا وبعد فوزه على بوكو جونيورز النادي الارجنتينو ومارسلو كان بطل المباراة